أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنه لمن المرسلين على سراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في عناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون وسباؤنا عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وادر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم كل شيء أحسيناه فيما من مبين وادرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون إذا رسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا عليكم مرسلون قالوا ما أعطم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أعطم لا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا عليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب النليم قالوا طائركم ماكم وإن ذكرتم بلاغتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فترني وإليه ترجعون أتخذ ميدونه علهة يردني الرحمن بدر لا تغنيني شفاتهم شيئا ولا ينقذون إني ذا لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزعون ألم يروا كما هلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محذرون وآية لهم الأرض الميتة وحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما ملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مزلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشع نغرقهم فلا سريخ لهم ولا هم يوقذون إلا رحمة منا ومتان إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها موردين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونتعموا من لو يشاء الله وتعمه إن آتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا البعد يقوتم الصادقين ما ينصرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخسمون فلا يستطعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأزداث إلى ربهم ينصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محذرون فاليوم لا تزلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا صحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزفاجهم في ظلال ألا الأرائك متكوون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم مدف مبين وعني عبدوني هذا سراط مستقيم ولقد ظل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهدوا أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا السراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مديا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون ومن علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعاما فهم لها مالكون وزللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لا لهم ينسرون لا يستطعون نصرهم وهم لهم جند محذرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان وانا خلقناه من نتفة فإذا هو خسيم مبين ودرب لنا مثلا ونصي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والآذب قادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما عمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ترجمة نانسي قنقر